موسيقى أسعد الله وعقاتكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم في هذه الحلقة نتحدث حول موجة الإرهاب التي أصابت تونس الإرهاب الذي لم يتوقف عند دولة أو جمهورية أو مكان بغض نظر عن أماكن أخرى وأنما طال كل الأماكن هذا الإرهاب الذي يمثل في أضالة خارج عن القانون والأخلاق والأعراف لا يرتبط بارق أو بجنس أو بدين هذا الإرهاب نتحدث عنه في هذه الحلقة سيما وأن الإرهاب طال تونس مرات متعددة كان في متحف باردو في العاصمة تونس وأيضا في سوسا وأخيرا كان أيضا في العاصمة تونس نتحدث حول هذا الإرهاب وتبعاته وتأثيراته على الجميع ليس فقط على تونس من خلال الترحيب بداية بضيفنا في الستوديو السفير الحبيب بن فرح السفير فوق العادة المفوض للجمهورية التونسية أهلا بكم مانا ومساء الخير سعادة السفير وأيضا السيد أنور حمام أحد مؤسسي جمعية خريجي الجامعات التونسية أهلا بكم ومساء الخير مشاهدي كرام قبل أن نبدأ بحوارنا مع ضيفينا في الستوديو ندى بالهذا التقرير للزميل مالك صبيح نتابعه ثم نعود لهذا الحوار ابكم معنا لم تكت تتعافى تونس من آثار الهجمات التي طالت فنادق سوسا ومتحف الباردو حتى عاد الإرهاب وضربها من جديد وهذه المرة وسط العاصمة عندما استهدف تنظيم داعش حافلة تقل ضباطا من الأمن الرئاسي أسقط فيها قتلى وجرحة في خطوة يتوقع مختصون أن تلقي بظلالها على اقتصاد تونس وسياحتها فالاستهداف الأخير نتج عنه قرارات حكومية بدأت بإعلان حالة الطوارئ ثلاثين يوما ورفع حالة التأهب إلى القصوى وتعزيز التواجد العسكري في المناطق الحساسة إضافة إلى تفعيل قانون المداهمات ضد المشتبه بهم وحجب المواقع الجهادية وتفعيل قانون الإرهاب وأخيرا ملاحقة العائدين من سوريا هجمات متتالية قادت تونس إلى مستنقع الركود الاقتصادي وأثار بدت واضحة على تأثر قطاع السياحة الذي يرى فيه التونسيون نفط بلدهم الأول أمر أكده رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بأن هناك ارتفاعا في إعداد العاطلين عن العمل وصل حتى 700 ألف شخص وضعفا في الإنتاج وانخفاضا في قيمة الدينار التونسي إضافة إلى تفشي التهريب وأشكال التجارة الموازية كما تشكل تونس قبلة للأوروبيين المحتفلين بأعياد الميلاد ورأس السنة واصضافتها مهرجان قرطاج السادس والعشرين الذي يستقطب عشرات الفنانين والسينمائيين الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إلغاء جزء كبير من حجوزاتها نتيجة التفجيرات العمليات الإرهابية في تونس شهدت انتقالا نوعيا منذ عملية استهداف السياح في متحف الباردو وحتى قطع رأس أحد الرعاة ما يعد ضربة قاصمة للمدنيين وتهديدا صارخا لهم والمتتبعون للشأن الأمني يتوقعون أن تفجير حافلة الرئاسة ما هو إلا امتداد لما سبقه من تفجيرات وهي في مجملها تعتمد على العائدين من سوريا لملف اليوم مالك اسبيح نعم شكرا لزميل مالك اسبيح ونعود إلى حوارنا مع ضيفينا في الستوديو سعادة السفير الحبيب بن فرح بداية نعزيكم ونعزي أنفسنا وتونس هي الشقيقة والصديقة والأقرب لقلوبنا في هذا المصاب بهذا العمل الإرهابي المدان والمرفوض بكل العبارات وبكل المعاني يعني كيف تعقبون بداية نساعدة السفير على مثل هذه الاعتداءات التي تطال الآمنين بغض النظر في تونس وفي غيرها شكرا أولا الأستاذ حسن على هذه الاستضافة أهلا بكم شكرا للتلفزيون الفلسطيني باعتباري لأول مرة أظهر في هذا التلفزيون العزيز وشكرا لكل وتحية لكل المشاهدين الإرهاب لا دين له ولا مساحة جغرافية له باعتباره من الأخطار الجديدة التي صارت عابرة للقرات وبالتالي هي يضرب هذا الإرهاب وهذا الخطر داهم على الشعوب في كل مكان والهدف من هذا الخطر أو من مبرمجي هذا الخطر أو هذا التهديد هو طبعا إلغاء كل المشاريع الناجحة وإلغاء الأولويات لكل دولة وتعرف أنتم بالنسبة للشعوب حاليا وخاصة نحكي على المنطقة العربية موضوع الإرهاب يصبح يغير الأولويات من الاتجاه إلى الحرية والتنمية للاهتمام بالأمن وحفظ أمن الناس وهو مسؤولية كل الدول يعني كل دولة مثلا في تونس بالنسبة لنا الدولة التونسية مسؤولة عن تأمين شعب وتوفير الأمن وتوفير الأمن وهذا الحد الأدنى من المطالب اللي كل شعب من حقه يطالب فيها ومن واجب الدولة أنها تقوم بما أمكنها حتى توفر هذا الأمن وفي تونس طبعا إحنا لم نكن معزولين عن هذه الظاهرة صحيح مع الأسف وطبعا أنا أعزي عائلات كل الشهداء وكل التونسيين وأترحم على أرواح الشهداء في تونس وفلسطين باعتباره أنه حتى فلسطين يعني كانت ضحية هذا للإرهاب في أكثر من مرة وفي نفس الوقت الإرهاب لا يتوقف إلا بالمشاريع الناجحة وخاصة بالنسبة لبعض الدول مثل تونس المشروع الموجود في تونس هو مشروع حرية وكرامة وهي العناصر التي قامت عليها الثورة التونسية وهذا هو المشروع وصمام الأمان لتونس من الإرهاب حتى نكون واضحين وبالتالي حتى ما يتعين من معالجة أمنية هو ضرورة والحكومة التونسية والدولة التونسية بكل مؤسساتها والأحزاب التونسية بكل أطيافهم لكلهم كانوا وعبروا عن كلمة واحدة وهي دعم جهود الدولة في مكحربة الإرهاب ومكافحة الإرهاب باعتباره أحد المناغصات على الثورة التونسية وأهدافها النبيلة وكذلك أحد المناغصات على الشعب التونسي المتفرغ والمتوجه بوصلته هي خدمة بلده وبناء تونس الجديدة من دستور ومؤسسات ونجاحات على أساس من الحرية والكرامة طبعا ولا يمكن أن الرسالة تكون واضحة لا يمكن للإرهاب أن يجعل أو يضطر التونسيين إلى المفاضلة بين الحرية أو الأمن وبين الحرية وعودة الاستبداد فلا مجال للعودة إلى الاستبداد ولا مجال للتراجع عن خيار الشعب التونسي في الحرية والكرامة وأنتم شفتوا المثال مع مهرجان قرطاج السينمائي أنه بعيدة الهجمة الأكيد أن الناس تتوجس وتخاف في الفترة الأولى ولكن رد الفعل كان كثير لافت في أن الطوابير كانت طويلة للدخول للقاعات مش للفيلم في حد ذاته فقط أما لإيصال رسالة أنه تحدي نحن سنواصل حياتها كمجتمع ولا يمكن تغيير نمط حياة المجتمع التونسي مهما كانت الأحداث وهي مؤثرة ولا ننكر هذا ولكن في نفس الوقت إن شاء الله إرادة شعب التونسي لفاجأت العالم بهذه الثورة وفاجأت ربما العالم أيضا بنجاح على الأقل المسار الانتقالي في فترة الأولى ثم إن شاء الله تفاجأ الناس في كون الوحدة هي صمام الأمان لمحاربة هذا الإرهاب نعم أشكرك طيب سيد أنور حمام كانت وقوف الطوابير من التونسيين ومن الضيوف في تونس والجاليات الأخرى أو الجنسيات الأخرى كانت هي رسالة قوية ومدوية وصوت عالي وصوت حر لكل تونسي وتونسية رافض يرفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره والإرهاب له وجوه متعددة وكثيرا نعلمها ويعلمها الجميع برأيكم ما هي أهمية هذه الرسالة التي صدرت من قلب تونس ومن ضمير كل تونسي وتونسية على الأرض التونسية الشقيقة أنا بدي أحب أأكد على نقطة أساسية نعم كما قال سعد السفير الإرهاب لا دينة له في تونس الإرهاب لا حاضنة شعبية له أيضا صعب تفهم الشخصية التونسية دون ما تفككها وتحللها هذه الشخصية مبنية على عدة عوامل تاريخية جغرافية اقتصادية اجتماعية ثقافية هذه الشخصية بتركبتها التاريخية غير عنيفة شخصية انبنت بالجغرافيا المنفتحة على البحر منفتحة على التجارة منفتحة على تبادل الثقافات منفتحة على انسياب المعلومة والتغيير هذه الشخصية شخصية قابلة انها تفاوضك بشكل سهل وسلس شخصية متزنة معتدلة متسامحة منفتحة لا يمكن لهيك لهيك شخصية انها تشكل حاضنة شعبية للارهاب والارهابيين بالتالي المجتمع التونسي بطبعه برفض الارهاب وعشان هيك كنا نشوف في كل المواجهات اللي حثت في تونس المواطن بسبق رجل الامن في مكافحة الارهاب هذه يعني ظاهرة تسجل للشعب التونسي والتونسيين احنا شخصيا يعني انا وزملاء اتعلمنا في تونس نعم منها تعلمنا كخريجي للجماعات التونسية كخريجي للجماعات التونسية نعم منهم تعلمنا الاعتدال والهدوء والاتزان والمفاوضات والثقة والانفتاح والعقلانية نعم كل هذه القيم لا يمكن عند شخصية زي الشخصية التونسية انه يمر الارهاب فيها مرور الكرام هذه الشخصية هي اللي بتدعت الثورة التونسية بسلميتها بياسمينها اللي صار يعني وسموها ثورة الياسمين لانها ثورة مش عنيفة لم يستخدم فيها السلاح ثورة واعية ثورة ثورة نخب وثورة وثورة حتى حتى البسطاء اللي شاركوا في الثورة لم يشاركوا بشكل عنيف في الثورة نعم هذه التجربة لم تعجب الكثيرين نعم اللي ارادوا بالمنطقة العربية سوء نعم ارادوا تفجيرات ارادوا ارهاب لكن انا بأكد لك انه لا زي ما اكدت في البداية لا حاضن شعبية للارهاب في تونس نعم طيب سعدت السفير لطالما تونس علمت كل الثورات الاخرى التي حدثت في الدول العربية كانت مثلا يحتذى في الحفاظ على سلمية الانسان التونسي والحفاظ على كرامة الانسان وكانت المطالب صريحة وعلنية لم تكن تسعى للكراسي والمكاسب كرامة الانسان هل يستطيع هذا الارهاب المجرم والجبان ان ينال من هذه العقلية المتفتحة والمتنورة للجيل الواعي في تونس الحديثة هو الاستاذ حسن يعني انا بس نختصر لك ربما الاجابة ثم بعد نفسر شوية نعم نقول لك التونسيون اختاروا طريقهم للمستقبل واختاروا طريقهم من صندوق الاقتراع وليس من صندوق الرصاص نعم واعتقد في هذا رسالة واضحة للجميع ثم احنا في تونس احنا اوفيا لفكر ابن خلدون وفكر ابن رجد وبالتالي حاولت حاولت الشعب التونسي ان يدعم التفكير وبالتالي يقاوم التكفير بالتفكير وهذه وهذه كتير وهنا لان المقاومة الارهاب في تونس لم تكن ولم يفكر حد احد في ان تكون مقاومة امنية عرجاء لان المقاومة الامنية الوحيدة تكون عرجاء لذلك بالنسبة للتونسيين كانت او كذلك الدولة التونسية بدعم والحكومة بدعم من الشعب التونسي المقاومة مقاومة الارهاب هي باسلحة البناء الشامل نعم الثقافة والتعليم ودعم مؤسسات الدولة وانت بالتالي تحارب الارهاب من خلال مؤسسات الدولة نعم انت لما تدعم مؤسسات الدولة بعمل مرتب مركز يبني هذا صمم امان وبالتالي حتى في محاربة الارهاب يكون شغل مدروس ثم انه لما انت شغلك في استراتيجية الارهاب وحاليا الحكومة منعكفة على اتمام سياغة الاستراتيجية وهناك لجنة وطنية كاملة لاعداد استراتيجية لمقاومة الارهاب يعني العمل ما هوش فردي واعتباطي ورد فعل على كل حدث لا يعني مرتب كل مؤسسات الدولة ممثلة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية التونسية وهي هي المخاطب وهي الرئيس اللجنة وكذلك باشراف سيد رئيس الدولة حتى تكون الخطوط العامة واضحة من خلال مشروع تونس يتم محاربة الارهاب وبالتالي لا يمكن للشعب التونسي ان ينحرف عن طريقه وعن مستقبله الذي خطه من خلال اهداف الثورة التونسية وبشكل عام ربما المثال متاع الدستور التونسي قد خط احد العناصر لمقاومة الارهاب لما يعطي دور مهام لمؤسسة الدولة كدستور باعتباره انه احنا في تونس كمان ثقافة الدستور ليست جديدة اول دستور في العالم العربي الاسلامي هو في 1861 هو دستور تونسي نعم صحيح وكان هناك اعلان تونسي لمقاومة لرفض العبيد ورفض الاستعباد الناس وكذا وبالتالي نفس الحرية مش قديم يعني هناك نفس اصلاحي وفكر اصلاحي لتونس هو عنصر من عناصر مواجهة الارهاب لانه حاليا في تونس هناك ورشات متنوعة للاصلاح فانت ترى ان هناك وزارة التربية مثلا عندها مشروع كامل لاصلاح التربية نعم اصلاح مناهج التعليم اصلاح مناهج التعليم لانك انت تعد الاجيال القادمة انك انت محاربة الارهاب مش في الارهابي الحالي فقط أنت تسعى أن لا تعد إرهابي قادم في المستقبل من خلال مناهج التعليم ثم أنك من خلال كذلك توفير العناصر الضرورية لإنتاج ثقافة وطنية وثقافة عقلانية وهي التي تنسى جمع العقلية والشخصية التونسية التي قال عليها الأخ أنور وهي شخصية لا يمكن أن تحتمل العنف ولا يمكن أن تحتمل الإرهاب وفرض الرأي وثقافة القتل والتونسي بطبعه يحب الحياة والدليل أن حتى الانتخابات التي تمت في 2014 والدستور هذه كلها عناصر تعتيق مؤشرات عن شخصية التونسي وهو الذي يحبه الحياة وكذلك ينظر بالأمل إلى المستقبل رغم الظروف الصعبة وحتى قيامه بالثورة كان قيام مختلف عن بعض التجارب السابقة من خلال أولا سلمية الأدوات التي تتعامل بها وإعتمذها للقيام بالثورة وكذلك حتى الأهداف لم تكن ثورة جياعية كانت ثورة حرية وكرامة وهذا مختلف طبعا وهذا في غير الأهمية طبعا أخر حمام أنت أحد مؤسسي جمعية خرجية الجامعات التونسية لطالما وقفت أيضا تونس إلى جانب كل الدول لنصرة الحق ومساندة الحرية والكرامة وكان لنا كفلسطينيين حظوة لدى تونس واهتمام كبير لقاه كل مواطن أو كل إنسان فلسطيني في الخارج كيف تحدثنا عن هذه التجربة وأنت أحد الخرجين للجامعات في تونس؟ بالحقيقة يعني بدي أحكي لك مثال بسيط أحد زملائي في الجامعة أول صديق اللي كان اسمه عبد الرحمن الدكتور الآن هو دكتور في الجامعة التونسية قال لي أنا تشكل وعي الوطني وإحنا نجمع تبرعات لشعب فلسطين من البدايات يعني هاي الشخصية التونسية جزء من تركبتها النفسية قضية فلسطين يعني تتخيلش قديش فلسطين هي علم حاضر يعني فلسطين في تونس علم موجود عند المعارض عند الحكومة عند المواطن العادي عند الغني عند الفقير هي تقريبا هي العلم اللي بيتوحدوا عليه كل التوانسة يعني مش ممكن ما فيه اختلفوا على كل شيء إلا فلسطين يعني وهاي ميزة ميزة الفلسطين التونس من الخمسينات وهي حاضنة أساسية للطلب الفلسطينيين تجي تخرجين من الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات وتسعين لغاية الآن يعني إحنا هاي الجمعية تشكلت جزء منها وفاء لتونس شخصيا أنا كنت باتحدث مع زميلي قبل ما ندخل للستيديو أنا يعني بكل بساطة اللي درسني تونس أنا شخصيا يعني اللي كان له فضل في تعليمي تونس نعم اليوم لما عملنا وقفة التضامن مع تونس هذا رد جزء بسيط من الجميل لتونس شخصيا أنا بشوفه كل زملاء اللي كانوا حاضرين كلنا تعلمنا على حساب تونس ولم نكلف لا حكوماتنا ولا أهلنا أي شيء في تونس يعني أنت هناك في التعليم كان مفروض لنا مساحة واسعة ولغاية الآن مسموح لنا مساحة واسعة كمان ما للطالب التونسي كان للطالب الفلسطيني بل أكثر يعني بس أنا بحب أذكر شيء ثاني على الشخصية التونسية وهي ميزة كمان أنت وين ما بتمشي في تونس أكثر كلمة بتلاقيها موجودة أمامك كلمة سمحني نعم صحيح هذا فكر التسامح الموجود في تونس موجود في الشارع لا يمكن تمر لا يمكن واحد يتحدث معك أو حدا يطب بطرفك إلا يقول لك سمحني تسمعها هاي آلاف المرات في اليوم كلمة سمحني هاي الشعب متسامح هاي الشخصية شعب متسامح وشعب عظيم قدم لفلسطين يعني احتضن الثورة الفلسطينية لما سكرت كل الدنيا أمام الثورة الفلسطينية فتحت تونس يعني تونس قدمت لفلسطين ما لم يقدمه شعب عربي آخر أنا بأعتقد طيب هذا الصحيح طيب إذن يعني اليوم وبالأمس وفي كل يوم هناك وقفات رافضة للإرهاب سعادة السفير الحبيب بن فرح ورافضة للإرهاب الذي حدث مؤخرا في تونس وأيضا كان هو جزء من رد الجميل لهذا البلد تونس بما تحمله من معاني كبيرة لكل الفلسطينيين كيف وجدتم بصراحة هذا الرد من قبل الفلسطينيين المتواضع أمام ما قدمت تونس للفلسطينيين هو نحن لما نتعامل بين الأشقاء عادة فلا تنتظر من شقيقك أن يقول لك شكرا وبالتالي أنت مقدم على عمل أنت مقتنع فيه وهو ينبع من داخل يعني من مشاعرك وبالتالي أنت لا تنتظر ولا تحسب عمل في انتظار مصلحة أو في انتظار رد جميل معين أو في انتظار رد فعل معين بالنسبة للقضية الفلسطينية في تونس هي قضية الشعب التونسي وبالتالي موقف الدولة التونسية هو موقف الشعب التونسي وأنتم تعلمون أن الشعب التونسي بعد الثورة هو حررنا كلنا يعني حرر المسؤولين والمؤسسات وكل الناس الموقف من فلسطين بعد الثورة أو قبل الثورة لم يتغير بل بالعكس الثورة أعطت مساحة أوسع للتعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني بشكل أيسر وأوسع والأدوات تغيرت وتضاعفت باعتبار أن الظرف والهامشة الحرية كان أوسع بكثير ثم أن مساندة القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني هي قناعة لدى كل الأحزاب السياسية وبالتالي هي قاسم مشترك لدى كل التونسيين وأحزابهم وجمعياتهم والتونسيون يتنافسون من أجل مساندة فلسطين لأنه بالنسبة لنا في تونس من يساند فلسطين فيه شرف وفيه مرتبة ورتبة أن تتصلها لما أنت تساند القضية الفلسطينية باعتبار القضية هذه في جانبين الجانب الأول هو نحن أشقاء وبالتالي واجب المساندة واجب مفروق منه محسوم الجزء الثاني هو أن قضية فلسطين هي قضية قيم عادلة أنت لما تساند الحرية وتساند الإنعتاق والاستقلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أنت تشترك في هذا مع كل الأنسانية وبالتالي أنت بالنسبة للتونسيين مش عاملين معروف أو شيء استثنائي هو موقف نابع عن قناعة وهذا ما جسده في أكثر من مرة موقف سيادة رئيس الجمهورية عند لقاءه بفخامة الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة وهذا ما عبر عنه في أكثر من خطاب ومن لقاء مع مسؤولين من مختلف العالم هذا ما عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية في أكثر من موقف وكان آخر موقف في البيانات آخر بيان بخصوصا للأحداث التي تعيشها دولة فلسطين الشقيقة وكذلك من خلال ربما حتى الموقف كمان تطور من خلال الترفيع في التمثيل الدبلوماسي لتونس لدى فلسطين وكان لي شرف والحظ أن أكون أول سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين الشقيقة وهذا فيه دلالة وله دلالات غزيرة ودليل على أنه مساندة القضية الفلسطينية ومساندة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومساندة كل أطياف الشعب الفلسطيني في الدفاع ونضالهم ضد الاحتلال وهذا كله هو نابع عن قناعة وعن موقف رسمي وشعبي وفي مختلف حتى في البيوت الناس أنا عندي والدي الله يرحمه ووالدتي الله يخليها بالنسبة لهم الأخبار هي القضية الفلسطينية بعد ما يكمل الخبر الفلسطيني يقول لك غير المحطة باقي لك ركل عادي هذا الدليل أن القضية الفلسطينية حتى بالوراثة حاضرة بقوة طبعا حاضرة بقوة وهي فوق كل حتى النزاعات أنت لا تجد مرة القضية الفلسطينية في برنامج انتخابي لأن هذه قاسم مشترك ولا يمكن أن يزايد عليها حزب ما في الانتخابات بل بالعكس هذه واحدة من الثوابت سواء الدبلوماسية أو حتى الشعبية وأنتم تشاهدون في عدة مرات تفاعل التونسيين في مساندة الأحداث التي ممكن تمر على فلسطين الشقيقة تجدها حتى في الشارع المظاهرات والتظاهرات لكلها بسنفلسطين وتجد كل الأطياف بينما التونسيون قد تجدهم مختلفون في منابر أخرى عن قضاياهم الداخلية ثم من جهة أخرى احنا بالنسبة لدعم لدولة فلسطين ونحن نتعامل مع دولة فلسطين لأن هذا موقف ثابت في تونس ولم يتغير هذا الدعم هو جزء من الموقف وبالتالي انسجام وتطور الدعم هو انسجام مع الموقف التونسي ثابت وبالتالي خارجي الجامعات التونسية هم أبناء تونس وفي نفس الوقت هم فلسطينيون يعني في ذات الوقت هم سفراء لتونس في فلسطين وفي نفس الوقت هم لما نحتاجهم أن يكونوا فلسطينيين هم خير من يمثل فلسطين وبالنسبة للمنح أو للأخوة الطلبة اللي درسوا في تونس هذا أنا بالنسبة لنا حق طبيعي يتقاسمونهم مع التونسيون هو معاملة معاملة الطلبة الفلسطينيين معاملة مماثلة بالطلبة التونسيين وقد تزيد عنها قليلا ولا تجد من يحتاج باعتبار أن الفلسطيني دائما عنده جزء استثنائي يتميز فيه نظرا للوضع الاستثنائي اللي يعيشوه للأخوة الفلسطينيين وكذلك أنتم أنا ما عادش أن معناها باش من نحرش نفسي ونحرشكم ما عادش أن الكلمة متاع أنه رد جميل هذا يقال إلا لمن هو غريب يعني ثم أنه حتى في تعاملنا العادي الأصيل هو لمن يعترف بالجميل صحي والشعب الفلسطيني أصيل وليس محل اختبار يعني نحن نختبر كل شعب الفلسطيني كل الاحترام ساعة السفير طيب أخي أنور حمامي نحن كفلسطينيين لطالما واجهنا الوجه البشع للإرهاب المتمثل بالإحتلال والإحتلال هو وجهه من وجوه الإرهاب وتونس عندما تتعرض مثل هذه الموجة برأيكم تونس ليست وحدها هناك دول كثيرة في باريس وفي دول أخرى متعددة كل مكان تعرض للإرهاب ما هي برأيكم أهمية أن يكون هناك موقف موحد دولي جامع ورافض للإرهاب للاحتلال لكل هذه الصور المعيقة لكرامة وأمل وتقدم وحضارة الشعوب وقوفنا ضد الإرهاب صح في جزء منه تضامن مع الشعب التونسي ولكن هو فيه مصلحة فلسطينية ومصلحة عربية ومصلحة إنسانية كمان نعم صحيح اللي فجر الحافلة واللي فجر في المتحف واللي فجر وأطلق النار في سوسة هو نفسه اللي حرك العالم الفلسطيني نفس المتطرف هذا الإرهابي اللي حرك العالم الفلسطيني العالم الثورة هو نفسه اللي بكبلش بكيام الحرية والعدالة هو نفسه اللي حرك العالم هو اللي فجر للأسف هناك وحدة إرهاب يعني فيه إرهاب زي ما قلت عابر للقارات وبتوحد وبتنسك مع بعض قاني الأوان للعقلانيين العرب الليبراليين العرب الإسلام المعتدل عند العالم العربي والإسلامي أنه يتوحد آن الأوان لليسار والليبراليين والعلمانيين كل هذه الأطياف لازم تتوحد في مواجهة هذا الإرهاب وقوفنا مع تونس اليوم هو مصلحة فلسطينية لأنه هذا الخطر ممكن يتمدد لفلسطين وهو متمدد هو الآن منتشر في كل الأماكن فلازم يكون فيه موقف موحد عربي وإسلامي لمواجهة هذا الخطر لأنه الآن هذا الإرهاب قاعد بشوه بكل تاريخنا بكل حضرتنا العربية الإسلامية وبعطي صورة غير لائقة لكل التاريخ ولكل الوجود بدي أرجع بس لا إشي ثاني أنه الإرهابي المتطرف التطرف الديني مش مقتصر على التطرف الديني عند المسلمين في داعش مستوطنين كمان نشوفهم كل يوم هم اللي حركوا الأطفال عائلة دوابشة واللي بقتلوا يوميا شبابنا وبناتنا ونسائنا على الحواجز وبيزدتوا فوق جثثهم السكين هؤلاء دواعش دواعش الصهيونية المنتشرين في كل الحواجز وعلى مفترقات الطرق في الضفة الغربية والقدس وفلسطيني الثمانية وأربعين داعش لا دينة لها داعش الصهيونية هي داعش القاعدة وداعش الارهاب وبالتالي مسئولية دولية ملاحقة ووقف وكمع هذا الارهاب بكل أشكال وليس مسئولية تونس على ما حصل في تونس وحدها هي مسئولية الآن محاربة الارهاب بكل أشكاله الارهاب الصهيوني والارهاب اللي بضرب في المنطقة العربية مسئولية إنسانية مسئولية المثقفين مسئولية الحكومات مسئولية الدول مسئولية الأفراد مسئولية جماعية ومسئولية إنسانية بتقتصرش على دولة بتقتصرش على جماعة بتقتصرش على طبقة ولا على حزب هي مسئولية كونية الآن نعم طبع إلى حد سعيد السفير حبيب بن فرح ترى أنه من الضروري أن يكون هناك تكاتف ومؤازرة لدول متعددة من أجل وقف هذا الارهاب سيمة وأنه يطال حياة الأبرياء الأمنين في بيوتهم في منازلهم في أعمالهم بغض النظر عن انتماءاتهم طبعا هو الإرهاب لا يستأذن أحدا عند تخطيطه للقتل والأعمال التدميرية وبالتالي هو هو مشروع تدميري عبر القرات وبالتالي كل الناس معنية كل من هم حرصون على بناء مجتمع حضاري ودول عصرية ومن هم حرصون على الحياة وإكمال أو استكمال المشاريع البناء والتشييد في كل مكان كل دولة معنية أنها تكون يكون مشروعها ناجح وبالتالي كل الدول معنية باعتبار أنه ممكن أوارد أنه يوصلها الخطر وبالتالي معنية في التكاتف مع الدول الأخرى الضحية وخاصة وأنه العمل الإرهابي لا يفرق بين مجرم وبريء يعني هو يقتل الجميع يعني وكأنه الهدف هو القتل فقط هو إيقاع الضحايا والتدمير وهذا يعني أنه العمل هذا خاصة بعد التطورات الأخيرة هو ليس عمل دولة ما أو سلطة ما أو مؤسسة ما بل هو عمل جماعي يحتاج قدرات خارقة في بعض الأحيان حتى خارقة لإمكانيات بعض الدول وخاصة مثل تونس نقول أنه تونس الأولوية أولوية تونس وخاصة بعد الثورة هي بناء مجتمع جديد جمهورية جديدة من خلال دستور عصري يحتاج إلى إرساء مؤسسات دستورية كثيرة من محكمة دستورية ومن عدة مؤسسات ومؤسسة لمحاربة التعذيب وبالتالي أولوياتنا ليس لمكافحة الإرهاب فقط ولكن فرض علينا لحماية المواطنين لحماية المواطنين وهو حق كل تونسي ولكن في نفس الوقت أعتقد أنه الموقف التونسي واضح لن ننحرف عن استكمال البناء الديمقراطي وبالتالي لن ننحرف عن المشروع الحضاري الذي بشرت به ثورة تونسية وسنظل نحاول المزاوجة بين الأثنين بين الضرورات الأمنية والضرورات الاجتماعية واحتياجات التطوير والثقافة والمواطن التونسي لا يستطيع أن يكون بدون ثقافة لسنة يعني تجمد الأنشطة الثقافية من أجل القيام رغم أنه هذا ضروري وهذا ضروري ولكن أعتقد أن الشخصية التونسية المتفتحة المتعلمة المتحذرة المتعقلة كذلك هي من سيساعد وسيكون ستكون الشخصية التونسية والشعب التونسي بشكل عام هو الحاضن لها العمل هذا في محاربة الأرهاب باعتبار أن الجهد لا يمكن أن يكون جهد الدولة فقط بل هو جهد متضافر متضامن والدليل أن المواقف من الحدث الإرهابي الأخير لشارع محمد الخامس كانت المواقف كلها داعية للوحدة الوطنية في تونس كلها تدعو إلى تكثيف الجهد كلها سواء مؤسسات وأنتم لحظتم أنه رباعي الحوار الوطني الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام لألفين وخمستاش كذلك دخل على الخط مباشرة بعد الحدث أولا الاتحاد الوطني للشغل للنقبات ألغى وأجل كل الأضرابات إلى وقت اللحق ثم أنه اتفقوا الأربع رباعي للحوار أنهم يقوموا بالجهد اللازم لمساعدة الدولة وكل الأطراف الممكنة المتدخلة للمساعدة في إيجاد استراتيجية واضحة أو استكمال ما تم الانطلاق في إعداده لمحاربة الإرهاب وهذا مرة أخرى يعطينا خصوصية تونسية بتدخل والتزاوج بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية فالرباعي الحوار الوطني تحصل على جائزة نوبل بتدخله أو بمساعدته للسياسيين عند الحاجة لما احتجوه مش تدخله في شأن سياسي عند الحاجة تدخل كمنظمات وطنية تدخلت من أجل تونس لأنه كانت البوصلة هي تونس فيش هدف ثاني ثم هذا هالبناء المجتمع المدني ودوره هو جديد في المنطقة العربية وهذا مرة أخرى أعتقد أنه سيراهن عليه في المستقبل القريب لمساعدة تونس على التخطي مرحلة أخرى وربما استكمال عنصر آخر من عناصر الاستثناء التونسي الاستثناء الجميل يعني الاستثناء الديمقراطي طيب سعادة السفير الحبيب بن فرح أنتم أول سفير فوق العادة مفوض للجمهورية التونسية بمعنى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لتونس في دولة فلسطين وهذا يرتب عليكم إضافة إلى جهودكم التي تبذلونها مزيد من الجهود الأخرى والمضاعفة ما هو في خطتكم وفي جعبتكم سعادة السفير وأنتم تحملون هذا العبئ وهذه المسؤولية الكبيرة وأنتم لها بطبيعة الحال شكرا أنا شرف لي أن نكون أول سفير لتونس لدى دولة فلسطين الشقيقة وكذلك هذا يحملني مسؤولية في جانبين الجانب الأول أنا كان لشرف أني عشت في فلسطين بخطة نائب سفير من 2006 إلى 2012 وهذا راكم لدي بعض التجربة المتواضعة لأستفيد منها في المرحلة الحالية وكذلك المشروع الذي أنا بإذن الله لا نحاول أن نحققه وأشتغل من خلاله هو ينقسم إلى عنصرين العنصر الأول هو تجسيم وتنفيذ وتنزيل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وبين القيادتين فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي وفخامة الرئيس محمود عباس باعتبارهما يعرفون بعضهم البعض أصدقاء لمدة 40 سنة وهذه مسئولية وكذلك في ذات الوقت هو يسهل علينا العمل لتنفيذ هذه العلاقة المتميزة لتنزيلها على الأرض ثم في مرحلة ثانية العنصر الثاني للمشروع هو الارتقاء بالعلاقات من خلال تحيين الإطار القانوني للبلدين يعني الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء تحيين القديم ما هو وقد فات وقته لابد أنه ينسجم مع الفترة الجديدة والظروف والمستجدات الجديدة وينسجم مع الدولة الفلسطينية لأنه صرنا نتعامل مع الدولة الفلسطينية وحتى نصل بهذه بمستوى التعاون قدر الإمكان وقدر المستطاع وما تيسر إلى مستوى العلاقات السياسية وأنتم ربما لاحظتم خلال الشهر هذا فيه أكثر من وزير وأكثر من مسؤول في تونس آخر وزير هو سيد زيادة أبو عمر نأب رئيس الوزراء ووزير الثقافة هو في زيارة حاليا من تونس وسيتقابل مع سيدة رئيس الجمهورية يوم الأربعاء القادم وهناك عديد الأخوة من الأستاذ رياض الحسن موجود في تونس رئيس العامد وكذلك سيد وكيل وزارة الاتصالات والتكنولوجيا للاتصالات تكنولوجيا المعلومات وكذلك سيد وكيل وزارة العمل وكلهم سواء من سبقهم أو هم أو من يسا يلحقهم على هدف واحد ونحن معهم لإنجاز أو تحقيق أشياء أو تقدم جديد بخصوص العلاقات التونسية الفلسطينية وخاصة أن هناك مجال وهامش واسع لتطوير هذه العلاقات في مجال الخبرة التونسية ونحن بهذه المناسبة نجدد التأكيد على أن الخبرة التونسية وكل مكاسب تونس بالنسبة لمؤسساتها وإداراتها هي تحت تصرف الشعب الفلسطيني الشقيق حتى لا تبدأ من الصفر بل تبدأ من آخر نقطة انتهينا فيها وتستفيد مما وصلنا إليه من تجارب وخاصة تونس في الوضع الحالي هي في ورشات مفتوحة للإصلاح في كل القطاعات ويمكن الاستفادة من هذا ثم مثلا بالنسبة لقطاع الطلبة مثلا طلبة الجامعات هناك السنة الفايتة ميتين وثمانين منحة كانت مرصودة لتونس إن شاء الله السنة هذا يكون أكثر وهناك يمكن خبر أنا أفردك أفرد بي حضرتك هو هناك تم الموافقة في تونس على أسناد عشر منح إضافية في 2016-2017 خاصة بطلبة القدس نعم للقدس للقدس فقط هذه إضافة عن الحصر العديد هذا تعزيز صمود المقدسيين في هذه المرحلة طبعا وكل هذا يمكن هذه أول فرصة بشأننا نحكي عليه ولكن احنا تعودنا بشكل عام أن التعاون مع فلسطين نعمل في هذا التعاون بصمت لأنه مش هدفنا أن نقول أعملنا وعملنا وعملنا مش هذا الهدف بل بالعكس الهدف هو أن الأجيال القادمة تنتبهي لأن الأجيال السابقة هي اللي حققت وجهزت وأعدت ما يمكن البناء عليه في المستقبل والقص على هذا عديد القطاعات من التعليم العالي سواء التعاون بين الجامعات التونسية وهناك بعض الاتفاقيات كذلك هناك مشاريع اتفاقيات مشروع اتفاقية جاهزة في مجال الشؤون الاجتماعية كذلك هناك مشاريع اخرى لم تفعل بعد سنحاول تفعيلها في مجال النقل مثلا وهناك امكانية لإعداد اتفاقية في مجال الصحة نعم طبعا هذا سيكون بشكل تدريجي ومبرمج على اساس أن القاعدة هي نفسها دعم الشعب الفلسطيني في كل ما يحتاجه ودعم الشعب الفلسطيني في كل ما يتفق عليه من كل النواحد يعني كل ما يختار الأولوية التي يختارها الشعب الفلسطيني نحن معه وهذا يعني مرة أخرى دعم للقضية الفلسطينية في كامل أبعادها نعم سواء الاجتماعية الاقتصادية ومؤسسات الدولة الفلسطينية ونحن نفخر إن كانت الخبرات التونسية تستطيع أن تساعد في مثل لهذا البناء بناء الدولة الفلسطينية وكذلك في المواقف السياسية وهي معروفة دعم مطلق لنظال الشعب الفلسطيني وجهود القيادة الفلسطينية في تحقيق الاستقلال وهذا أمل كل التونسيين بارك الله به طيب سيد أنور حمام لطالما بقيت المواقف التونسية رغم مرور كثير من السنوات والسنوات طويلة وهي إلى جانب الفلسطيني ولم تترك الفلسطيني في مهاجهة هذا الاحتلال وفي صبره ودعم صموده ورباطه سواء كان في الكدس أو في مدن الضفة غربية وقطع غزة كل الأرض الفلسطينية ماذا يعني هذا بالنسبة لكل مواطن ومواطنة فلسطينية على هذه الأرض كل ما بذل من قبل الحكومة والشعب التونسي على مدار سنوات التاريخ يعني شيء مقدر وموجود في مكنون الذات الفلسطينية نعم بصدقني قبل ما أجي إلى الاستوديو كنت في البيت وكان عندنا موجود يعني جزء من عائلتي إحدى سيدات العائلة الكبار يعني وهي بتبكي بتقول لي يسلمني على السفير التونسي وكله ما يخفوش وكله وكله راههم بدهم يضربوا بدهم يضربوا الانتقال الدموقراطي وفاهمة يعني فاهمة أنه الموضوع ضرب للانتقال الدموقراطي يعني بالمناسبة أنا بوصلها شكرا سلاماتها عايشة لسعادة السفير بعتقد أنه الآن في المنطقة في صراع بين صراع قاتل بين منظومتين منظومة عقلانية ومنظومة منظومة تخلف منظومة منظومة قيم أخلاقية ومنظومة انحطاط منظومة عقل ومنظومة جهل نعم وكلنا لازم نصطف أمام منظومة العقل والانفتاح والفلسطيني طول الوقت يعني بشكر الشعب التونسي الشعب التونسي على ما بذلوا ما بذلوا دعم للشعب للشعب الفلسطيني وأنا بحب أأكد على مسألة أساسية أنه التعاون الفلسطيني نعم التونسي في اتفاقية بتحكمه بالأساس بين بين الحكومة التونسية ومنظمة التحريض وكل اللي تحدث عنه سعادة السفير بيجي لاحقا لأشياء تفصيلية على مستوى الكطاعات والوزارات نعم بس المسألة الأساسية أنه في اتفاق شامل وكبير بين منظمة التحرير والحكومة التونسية أنا بعتقد أنه حتى هذا الاتفاق بحاجة لمزيد من التطوير لأنه الآن إحنا بعد التغير اللي حدث في تونس والانتقال الديمقراطي اللي حدث في تونس وبنفس الوقت انتقال فلسطين لصفة دولة مراكب كمان هذا بفتح المجال أنه نفتح كل الاتفاقيات ونعززها ونطورها في كل المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية نعم وبعتقد أنه حسب ما بعرف فيش شيء مغلق أمام الفلسطينيين في تونس كل شيء ممكن أنه نشتغله مع إخواننا ريحية بكل سهولة يعني هذا هو يعني طيب طيب سعادة السفير يعني حدث عن هذه العلاقات أيضا الفلسطينية التونسية وقد أشرت إلى هذه المكانة التي يتمتع بها كل فلسطينة وفلسطينية في قلب كل تونسي في ظل أن هناك مواقف طويلة تعود إلى عشرات السنوات الوراء ولا ترتبط بحقبة زمنية أو فترة معينة هو العلاقات التونسية الفلسطينية وتمييزها هو صار ملك مشاعر للشعبين يعني لم تعد المسألة علاقات رسمية بين دولتين فقط بل هي ملك الشعب التونسي والشعب الفلسطيني وآخر دلالة رمزية وبالغة المعاني النبيلة هي تسمية شارع الحبيب بورقيبة بمدينة أريحة وبقرار من فخامة الرئيس محمود عباس وهذا دليل مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته ينطلقون من مبادئ وقيم رائعة في الاعتراف بزعماء البلدين وهذا وأنتم تذكرون سيد حسن لما قال فخامة الرئيس الباجي قايت سبسي لفخامة الرئيس محمود عباس أنتم بورقيبة فلسطين وهذه لها ما لها وبإمكان البناء عليها كمعنى يمكن أن تستند إليه العلاقات التونسية الفلسطينية بشكل آخر هذا الجهد المتبادل بين البلدين لبناء وتطوير العلاقات هو كذلك مؤسس على التصاهر حتى العائلي لأنه صار جزء شعبي وجزء رسمي وقد يتداخل الشعب والرسمي لأنه هناك زيجات والحمد لله ناجحة بين تونسيات وفلسطينيين والعكس كذلك وهذا يعني أنه الدم اختلط بين التونسيين والفلسطينيين سواء في المعارك بحمام الشط أو كذلك بزيجة وهذا يعني أنه العلاقة لم تعد مسألة مؤقتة لخيار حكومة ما بل هي استمرار وبناء التراكم على كل الفترات ثم أنه هذه العلاقة تنطلق من ايمان راسخ بضرورة دعم الاشقاء في فلسطين وبالتالي هي ليست مناسبتية ننتظر مناسبة حتى نقوم بالواجب بل بالعكس هي عمل مستمر وهذا ربما المشروع الذي حاليا نحاول في الفترة القادمة ندعمه من خلال التوسع في عدة مجالات وأنا في الفترة الأخيرة التقيت بعدة أخوة مسؤولين يعني وزراء في الحكومة الفلسطينية وكذلك دولة رئيس الوزراء ووجدت نفس النفس ونفس الروح ونحن متفقون على أغلب النقاط وبالتالي علينا إلا العمل لتجسيد هذا البعد السياسي المتميز للعلاقات على الأرض لتنزيله حتى الناس تشعر بقيمة هالعلاقات ثم أنه هي علاقات حتى على مستوى المجتمع المدني ونلاحظت حتى على مستوى حضور ومشاركة الفلسطينيين ومشاركة مرتفعة في أعدادها ومتميزة في مضامينها بالنسبة للمؤتمرات التي تتم في تونس عدد تأشيرات فوق الألف بالنسبة لهذه الفترة وهذا مهم بالنسبة للمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أول سنة أول 2015 كان العدد كثير مهم وهذا لأول مرة وهذا دليل مرة أخرى على أنه هناك انفتاح بين تونس وفلسطين حتى على مستوى المجتمع المدني وإن شاء الله في الفترات القادمة يتعزز بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أشكرك سعادة السفير الحبيب من فرح السفير فوق العادة المفوض لجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين أهلا بكم ومرة أخرى نكرر ونثني على تعزينا الحارة لكم ولكل أبناء الشعب التونسي والقيادة التونسية وأهلا وسهلا بكم دائما نشكرك أيضا سيدان ورحمة أحد مؤسسي جمعية الجامعات التونسية خارجي الجامعة التونسية لكم نشكر وتقدير مشاهدي الكرام نشكركم على طيبة المتابعة لهذه الحلقة من برنامج ملف اليوم لكم مني حسن أبو ربا تحية والتقدير وزميل مخرج هذا برنامج محمد ديري وهي تماقل في التنسيق لكم التحية والتقدير إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر